الحقيقة احنا بنهتم جدا في التاسعة لما يكون فيه يعني نسمع كده عن أشياء جديدة الدولة بتقدمها وعن يعني توجيهات جديدة من السيد الرئيس بنحب نفهم أكتر والحب أيضا حضراتكم تعرفوا كل تفصيلة يعني تمت ازاي وازاي انت كموظف أو الموظفين أو الدولة بتقدم ايه وانا استفيد ايه وكمان الموازنة حيبقى شكلها عامل ازاي زي ما حضراتكم عارفين طبعا الموازنة بتاعة عشرين اتنين وعشرين عشرين تراتة وعشرين وسيد الرئيس اليوم أصدر عدة توجيهات خلينا نتكلم فيها كل واحدة على حدة من خلال ضيف التاسعة الآن الخبيل الاقتصادي دكتور علي الإدريسي مساء الخير يا فاند مساء النوع على حديك وعلى كل سادة مشاهديك مساء الخير خلينا كده نتكلم واحدة واحدة أنا يعني عندي البند الأول من توجيهات سيد الرئيس وهو رفع الحد الأدنى للأجور إلى ألفين وسبعمائة جنيه وأنا أعتقد أنه ده من أهم القرارات كمان وطبعا معاها العلوتين بتكلفة تمانية مليارات جنيه وطبعا الأولى دورية للموظفين زي ما قلنا المخاطبين بقانون الحماية المدنية بالخدمة المدنية بالزبط الخدمة المدنية بنسبة 7% ومن الأجر الوظيفي والتانية خاصة للعملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% نشرح حاجة حاجة ونتكلم عنها خلينا نبدأ طبعا أن الحد الأدنى للأجور يبتدي يتحرك من ألفين وربعمائة جنيه لألفين وسبعمائة جنيه زيادة 300 جنيه في التوقيت دوت ده جزء وأمر غاية في الأهمية ومهم جدا 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 وبالأخص بالنسبة ليه محدود الدخل لأنه ده بيخش ضمن إطار الحماية الاجتماعية ضمن الدعم للدولة والمسندة للدولة بتقدمها ليه محدود الدخل في ظل كمان موجة تضخمية بيشهدها العالم وبتأثر علينا يمكن إحنا معادلات التضخم عندنا لغاية دولة ده ده نقول إن هي مقبولة إحنا حوالي 6.5% بالنسبة ليه ديسمبر الماضي في اعتبر الزيادة دي مش هتاكلها الأسعار وده أمر مهم جدا لأن إحنا كان عندها دايما إشكالية إن الأجر يزيد فالأسعار السلع والخدمات تتفع فتبقى النتيجة تكون سلبية كمان وتبقى الزيادة بالنسبة للناس مش محسوسة بالزبط عشان كده دايما إحنا عندها في الاقتصاد بيحسبها دايما بالدخل الحقيقي أكثر منها الدخل النقدي يعني إيه دخل النقدي هو الأجر اللي هو الـ 2700 على سبيل المسان الدخل الحقيقي السلع والخدمات اللي نقدر أن احنا نحصل عليها في مقابل لوحدات النقدي اللي هو أنا بالمقابل ده أقدر أجيب إيه؟ بالزبط فبالتالي مع تراجع ليه معادلات التضخم أو استقرارها وزيادة الدخل النقدي اللي بيحصل عليه الموظف بالتالي هيبقى المضود على مستوى معيشته هيكون أفضل يعني أو نقول إنه إذا العالم كله رايح للتضخم أصلا بسبب كمان كورونا واللي حصل والأحداث إذن الدولة هنا بتعمل توازن لحماية الناس وحماية الموظفين وبالأخص محدود الدخل لأن محدود الدخل دوت لما يكون 2500 يتحرك لي 2500 فكأني أنا التلتمية دي برد على نسبة الزيادة اللي حصلت بشكل عام موط انتقون موجود طيب